بمناسبة عيد العنصرة ترأس غبطة البطريارك بيرباتيسا باتسابالة صلاة من أجل تحقيق العدل وأحلال السلام والتي كانت قد دعا إليها باسم رؤساء الكنائس الكاثوليكية بالتعاون مع اللجنة الأسقفية للرهبان واتحاد الراهبات في الأرض المقدسة وقد أقيمت الصلاة في كنيسة القديس أصطفانيوس للآباء الدومينيكان في القدس شارك بها عدد من المطارنة وكهنة البطرياركية اللاتينية والرهبان والراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي في بيت جالة وجموع من المؤمنين وشدد البطريارك باتسابالة في عذته على أهمية الصلاة من أجل السلام وإنهاء الحرب في المدينة المقدسة التي هي ملك لكل الأديان متضرعا إلى الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا قادرين على التسامح